اولا انا بحبها جدا خلاص انا بحبها رغمنا انا معرفهاش انه اتبهاش غير مرة واحدة بس انا بحبها حبي شكلها جدا بحسها من اكتر الستات الحلوة الحلوة اللي نشفتها بصراحة الكرول برنامج بيقول عليها انها برازيلية كده يعني تحسوها ايه ده مش مصري قوي يعني ده مش مصري ده فيه حتة ايطالي فيه حتة برازيلية محدش فهم ايه لي بيحصل بلس او بالاضافة الى انها في الفترات الاخيرة مش بكلم في الفترات الاخيرة اللي هي القريبة مش بكلم في الكم شهر اللي فات بكلم في الكم سنة اللي فاته هي عملت ضجة عظيمة في عالم الماكياج استاذا فاطمة بحكت حكنا ورانا النهار دي مرسي مرسي ايه حلواتك دي مرسي عايزين كمان بقى نقول اهلا وسهلا بي او مالوي بقى ما سميهاش نوكس يا رضو فيه ناس بتنطاقها نوكس بس ممعين انهم هم حطين ستميت كلمة فرنسية وفوسط البران بتاعهم فيه ناس بتنطاقها نوكس فاهلا وسهلا بنيوكس معنا هنا في حلقة النهار ده او نوكس عشان برضه عشان ايه بقى اللي فاهم كده او اللي فاهم كده لو لسه تفرجي حالي على الحلقة فاحنا عندنا وكل حلقة بهداية وكل حلقة بمنتجات جديدة منوري الست او البنت ازاية زبب بشرتها ازاية عيد الحيوية لها ازاية الدنيا تبقى مختلفة لانه بشرة وشعر يعني واحدة ستة او واحدة بنت صحيح كده؟ صح جاهلنا النهار ده نقدم ايه بسي انتي بتقولي كل حلقة بحاجة مختلفة بس الحلقة دي السكينكير اللي احنا نتكلم عليه انا بشوفه انه هو من اهم الحاجات هو ده الروتين اللي هتتواجه بيه المجتمع هتواجه بيه هتواجه بيه يلا نواجه بابا اه بسي هو نيوكس اصلا علشان هي مارك مقيني براند كده فيها معظمها حاجات طبيعية متكونة من البلانت والفاكهة واعلى نسبة في البرودكت بتاعتها اللي هو الويل بروديجيوز 98% مكونات طبيعية فدي حاجة عالية جدا فده معناها ان ولا برشيتك تتأثر ولا بيحصل التهابات ولا البويز بتوسع المسام المسام بتوسع فبجد انا بحبها جدا وبجد دي الماركة اللي انا بستعملها كل يوم طب احنا احنا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا انت هتعملين ايه نهاردة وسيعملك دي روتين كل يوم مفوضة عامل ايه هقولك بس خليني اقولك بس حتة الاول كده انا ليه بستعمل نيوكس علشان هي زي ما قلتاك في الاول طبعية تاني حاجة مش تستد على الحيونات وكمان بيهتموا قوي باعدة التدوير فكل الحاجات دي بتخليها ماركة محترمة يعني بيعملوا ازاي قاعدة التدوير يعني العلب الفاضية بياخدوها وبيعيدوا تصنحها وبيستعملوها تاني بابو فبلاس بقى حتة الحيونات مفيش تاستنج على الحيونات خالص مفيش اختبار على الحيونات بالضبط مفيش اختبار على الحيونات و 98% عاش كيه بحبهم بالضبط وبستعملو عايجو جرين اصلي زي ما بيقولوا انا بحب الحاجات ومحتاجين كده دلوقتي اه طبعا فاللي احنا فيه فيلا نبتدي نحارب انا في حاجات كتير يعني بابو احنا في حاجات كتير فضالي قوم يحاربي كده وريعا يلا نحارب بصي بقى خلينا نبتدي حاجة حاجة يعني احنا علشان نحارب احنا الكاميرا هي والكاميرا هي نابرة اتنين اتنين وتلاتة اتنين وتلاتة بصي احنا علشان نحارب ممكن نوقف الناحية الثانية كمان تبقى امر اه اوكي ايلا وده احلى واحلى احنا عشان نحارب برجته مش نحارب برجته نحارب التلوس اللي بنقابله في الشارع اذا كنتي خارجة من البيت قعدة في البيت دي حاجة مهمة اه اذا كنتي قادة في البيت خارجة من البيت رايحة جمعة رايحة اي حتة لازم تحضري بشرتك زي كده إيه ما احنا في البرد بنلبس ليرز زي ما محتاجين بشرتنا تاخد ليرز علشان نقدر يعني إيه العوامل الطبيعية ديت نحمي بشرتنا منها طبقات أصدق الطبقات بالزبط أوكي أول برودكت معنا لازم نضف البشرة اللي هو الأكوابيلا الرينج ده متكون من الهايلورانيك أسد والوايت ووتر ليلي دي زهرة بيعملوا إيه هقولك أنا دلوقتي عشان نوريهم برضو عملي أوكي هو بيعمل ترتيب ودي حاجة مهمة جدا بالزات في الشتاء لأن الناس ممكن تقولك آه إحنا في الشتاء فأنا مش محتاجة ترتيب فلا كل بشرة محتاجة ترتيب والأكوابيلا ده رينج للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة وفي مش عارفة بيين ولا لأ بس فيه زي حبيبات صغيرة دي بتعمل زي تأشير بسيط قوي ونعم قوي للوش بيعمل بيشيل كل الخلايا الميتة طيب البيتز الصغيرة ديت أو الحاجات الزرقة الصغيرة ديت كلها مكونات طبعية فبالتالي يعني جنتل قوي على السكن وبنقدر نستعملها نعم قوي على السكن ونقدر نستعملها كل يوم هنستعملها بال يعني طبعا احنا في العادي نغسل وشنا بالمية وكده بس احنا علشان في الستوديو مش هنعمل كده بتعمل ايه بقى؟ يعني هتشوفي الإفاكت بتاعها على طول هتلاقي ترتيب عالي جدا قريدي ونضارة اوكي خلينا ندف ده بقى قبل ما خش على الستاب اللي بعديها الساب اللي بعديها التونر ودي حاجة مهمة قوي قوي بنات كتيرة قوي بتقول ايه انا هسكيب الخطوة ديت وملهاش اي لازمة لكن دي مهمة جدا والتونر ده برضو من نفس الرينج بتاع اكوا بلا يعني ترتيب عالي بس في حاجة مهمة قوي انه هو بعد ما غسلتي وشك بالكلانزر المسام اتفتحت فانعايزة ارجع المسام لوضعها الطبيعي عشان لما انزل في الشارع ما تلمش اكربة تعمل بلاك هادز تعمل حبوب ورقو السود بالزابط فهو بيتحط بالطريقة دي احنا نشتغل طبعا على نص الوش بس علشان احنا في الستوديو خلاص انا حطيته بالطريقة دي ده التونر ده التونر وإيه فايدة التونر انه هو يقفل المسام يقفل المسام يعمل ترتيب يقفل المسام وبعد كده علشان انت لما تقفل المسام بتاعتك دي بتطلعي برا زي ما قلنا العوامل الخارجية شمس تلوث بكتيريا كل حاجات دي ده بيحميها اوكي اوكي وبعد كده هنحط مناخد من اللاين التاني اللي هو كرام بروديجيوز بوست ده متكون لا حاولا لقول تايلة بلاقي اسمه تاني يا بنت ده سيروم ده متكون الكرام بروديجيوز بوست اوكي طيب حاولا بصي اقولك مكوناته اسهل بدل ما نتكلم عن اسمه ده فيه تلات حاجات مهمين قوي فيه هايلورونيك أسد وطبعا ده ده البطل ده البطرة اه كل حاجة فيها دلوقتي فيه فيتامين سي وفيه زهرة الياسمين اقولك بقى كل واحدة بتتعامل ازاي الهايلورونيك طبعا معروف بيرطب جدا فبيحفظ المية بتاعت الوش الزهرة الياسمين انتي اكسيدنت فبت بتحفظ من اشاعات الشمس وبعد كده فيه الفيتامين سي طبعا كلنا عارفين ان هو بيعمل نظرة رهيبة امر نظرة امر بزرق خليني بقى كده اقولك حاجة سريعة ان كل الناس هتسألك طب وكل حاجات دي بقى هشوفها امتى النتيجة بتاعت الحاجات دي هتبقى اجيب بكريمات واعمل ستابس وبتاع امتى بقى عندك نتيجتين تشوفيها اول نتيجة هتشوفيها دلوقتي حالا اللي هي الترطيب والنظرة تاني نتيجة السايكل بتاعت الوش عمتا 28 يوم علشان الخلايا تتجدد ده بقى ايه اللي بيحصل اول حاجة الدارك سبوت او الغمقان البقع البني بتبتدي تقل والخطوط الخفيفة اللي بتطلع حوالين العين حوالين البق بتقل مع استعمال الحاجات دي 28 يوم كم مرة في اليوم مرتين مرة صبح مرة بالليل مرة صبح مرة بالليل بس خلي بالك احنا نتكلم الثلاثة عالضي اليوم النت او اللي انت هي تسحي الصبح تعمليه ده اللي انت هي تسحي الصبح تعمليه لسه بقى نقصة هتدينا واحد للي بقى الحلقة الجاية او لازم الليلي ده مهم جدا يا جماعة نانوكس معنا انت كميليا نانوكس معنا هقول لهم بقى على الليلي ده الليلي عيني اه فيه واحد فيه اغنية للصبح الدنيا ربيع جواب وديه هو ده الليلي عيني بقى لسه حلقة الجاي افضل بوسي بقى السيرم ليه استعمل تاني انا دلوقتي بعد التونر حطيت السيرم السيرم بيحضر الوش انه هو يستقبل بقية الكريمات اللي احنا نستعملها مش يستقبلها ان انا حطها على بشريتي استقبلها ان هي تبقى افاكتف وفعالة وتعمل شغلها حال اوكي خلصت انا بقى كده حط الاي كريم الاي كريم من نفس اللاين اللي هو كرام بروديجيوز بوست اجبته جبته وقولت لهم لو مجدنينش النتيجة هطلع لها وقول انه هو مش هديه النتيجة ها انا جبته هبها وريكي طب هقولك بتحكي انا جبته بس اعمله ها هتقوليه بقى بجوز مجوز بقى اه بنت حرين هنقولكو بس الاي كريم ده برضو ستاك مهمة قوي تحت العين تحت العين اولا فيه كافيين ده بيساعد على حاجات كتير قوي واهم اهم انجريديينت المفروض تبقى موجودة في الاي كريم هو الكافيين خال بيساعد على ساني اقولك على حاجة بس مهمة قوي تب حطيه عشان ما يباش على ايدك وباديم انت بتحطيه اليوم بس يعني اولا هنحطه كده تابينج وعالعظمة عظمة اه العظمة اللي هي تحت العين على طول دي بيتحطي بالطريقة دي عشان يعمل مفهول ويخش كويس قوي جوة البشرة الكافيين ده بيقلل الانتفاخات بيساعد على ان الغمقان الهالات السودة حوالين العين تقل اوكي اوكي وبعدين بقى تيب كده زريفة الناس اللي عندها انتفاخ كبير تحت عينها او زيادة شوية ممكن نحطه في التلاجة قبل ما نسنيني نحطه في التلاجة نستعمله ونحطه في التلاجة لما نستعمله مرة تانية نحطه بره في التلاجة نحط نطلعهم تلاجة ونستعمله سائعة بيساعد قوي 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 على الانتفاخات اللي تحت العين يا عفريتا اه عارفة لما تحطي تلاجة كده اه نفس الفكرة بعمل على طول التلاجة نفس الفكرة والله طب يلا كمل اه تحطي كريماتك في التلاجة دي لا عفريتا لأ المعلومة عجبتني لأنه أنا عارفها لا حالو اه ده حالو عفريتا ماشي اللي بعده اللي بعده بقى اللي انا بسميه ال ده اخر حاجة ها اه ده اخر حاجة اللي انا بسميه سكريم بروتكتور مشانتي عندك كده سكريم بروتكتور على الموبايل واقي شمس هو بقى ده البروتكتور بتاع البشرة اللي هو نيوكس سون ده نيوكس سون ده أعلى نسبة SPF بيحمي من الشمس طبعا وده كمان البرودكت الوحيد أو تقريبا الوحيد الانتي ايجينج فعامة ان انتي بتميكس سونسكرين وكريم انتي ايجينج ده حاجة حلوة قوي بلاس بقى انه هو خفيف قوي على البشرة ما بيعملش طبقة ما بيعملش فرولة انا بقرأ كلمات بتعمل فرولة دي اه لا ما بيزيدش خالص وخفيف قوي SPF عالي زي ما قلنا انتي ايجينج ترتيب عالي شمن على الجس بدري اه طبعا اشعة الشمس دي يعني يعني عايز اقولك ان انتي لو مثلا الكاميرا قرابت شوية على النحة دي الايام قرابة جدا هتلاقي النضارة هتلاقي في الترتيب يعني انتي اللي هتحسي بالترتيب مش الكاميرا لو مش حاسة اقولي يا بنتي ما تتكسفيش طبعا اقولي ما تتكسفيش حاسة؟ والستافس ديت هاقولك الستافس ديت هم اربعة او خمسة بس بجد ما اخدوش خمس دقيق ومهمين قوي الرينج ده للويني والكمبينيشن الرينج ده وده لكل سكن تايبز كل انواع البشرة وده يتعامل كل يوم الصبح طبعا واحنا هناخد من نيوكس نيوكس الحاجة اللي اللي بقى المراجعة وانتي قلتي بعد 28 يوم دي دربت راهو علي بعد 28 يوم هنلاقي النتيجة الاكيدة من نيوكس ده حقيق شكرا انستاذ فاطمة والله انت نورتينا وانت وحشتينا مش عارفة تيجتي وقطعتي بينا انتيجتي ومجيتيش تاني مش عارفة تيجتي تفرى عن كعاروانا? لا لا شكرا اللي نيوكس هارمت انها جابت لينا فاطمة باجات والامر اللي حاسي لو ما حاستيش قولي قبل ماناقف الحلقة قولي في المايك واحنا دلوقتي كمان بنقول لنوكس مرسى قوي قوي اقوي على الهدايا الحلوه اللي احنا نحطها دلوقتي حالا عنا صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك هنحط الوقتي البوست هنحط الهدايا بتاعت نوكس اللي احنا او فاطمة دلوقتي استعملتها تعملتها على الموادر الحلوة بتاعتنا هنودي الباكس فيها كل الحاجات اللي فاطمة حطيتها قلت سيماني ايه فاطمة نيوكس نيوكس هاي اللي قلت بدا صاف حتنا هيا وبس العلم فيسبوك وبالنائي بشكل عشوائي جدا وان شاء الله اللي جاية تبقى لعيليا نيوكس نيوكس نيسا سلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة